بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. السلام عليكم اخواني اتمنى ان يكون الجميع بخير والاخير شاء الله. الله غير خبر مفرح وخبر محزن يعني نوع علماء. خبر مفرح بالنسبة للرجل نابيل بن طالب وخبر محزن يعني بالنسبة لنابيل بن طالب اللاعب يعني الدول الجزائري. حانا جيدا اسف شديد ان نابيل بن طالب اصيبه يعني بازمة قلبية وجيت له عملية جراحية يعني هذا وفقا للمعلومات التي جاءت بها يعني قالوا ان نابيل بن طالب بالاسف شديد قد يثر يعني الى انهاء مسيرته المهنية. لانتذكروا جيدا ان في 18 يونيو الماضي يعني اصدار النادي لوسك للفرنسي بيانا. وهذاك البيان يعني داروا اعلان عن نقل نابيل بن طالب الى المستشفى يعني في الليل. بعد اغماء تعرض له. وقال لك اه حيث هو وحي يخضع يعني علاج واستشفاء سيستغرق عدة ايام. يعني ما عطوش تفاصيل كثيرا يعني احتيارا يعني الحالة الشخصية اللاعب نابيل بن طالب. وبعد اسبوع حوالي يعني اليوم يعني اعلن النادي خبر يعني جيد. يعني حد نتحسن الحالة اللاعب دول الجزائر نابيل بن طالب. وقالوا حيث اظهرت الفحوصات الطبية يعني مؤخرا كان فيه تحسن ملحوظا ومن المتوقع ان يعود الى منزله يعني قريب يعني يعني يخرج يعني من المستشفى الحمد لله. وحسب اه ما ذكرته يعني ارم سي سبور قالوا وقعت هذه الحديثات تمنتاش يونيو جابوا بعض التفاصيل قال لك نابيل بن طالب كان يشارك يعني في مرشد عملي يعني دقائتك وتقدم ذلك المباراة المصغرة ذلك تعلي سيكس. وتعرض قال لك لنوبة قلبية حادة وحتى وين استخدموا هذك الجهاز ذي في ريبيراتر هذك لإعادة نباضة القلب. ثم يعني نقيل الى المستشفى وحطوه يعني في انكوما ارتفيسيا يعني حطوه في عملية الانعاش آآ غيبوبة ذك اصطناعية. وبعد ذلك يعني تمت آآ عناية بيعني طرف يعني طاقم الطبي بشكل كامل. وبعد ذلك يعني قرروا ان يديروا يعني عملية جراحية وداروا عملية جراحية وكانت ناجحة الامس. وقال لك آآ وزرعوا يعني في جهاز هذك لينضب نباضة القلب بسمه البيسميكرا ذك الشريحة لحظة القبل اللي تساعد يعني في استخدار النشاط القلبي. ويقولوا ان من المتوقع سان يعني خلاص نجحة العمالية الحمد لله كانت مفاحتة ومشكل وسيعود الى منزله يعني في الايام القادمة. يعني هنا لقاتك الامر الثاني اللي تكلموا عليه يعني في الامس اسبوع قال لك سيتم الان ارسال ملفه الطبي الى اللجنة الطبية يعني في الاتحاد الاتحادية الفرنسية اللي كانت القدم يعني لنا هو يلعب في نادي ليل اللي تابع يعني الدور الفرنسي. فبتالي دوك اللجنة هذي المختصة ستاخذ القرار بمناسب يعني بشكل مستقبل الرياضي تاع آآ نبيل المطالب احنا ما لا بناش الى اللحظة هذية. ولكن ها ما يقولوا يعني الاختصاج يقول لك بنظر لانه اية العملية التي اجراها يعني هذيتها بيسميكر. قال لك من المرجح ان يضطر لوضع حد لمسياتها الاحترافية للأسف. يعني احنا نذكروا ان عندما انضم الى للعملية فات اه كي جاء يعني ليل الفين وثلاثة وعشرين يعني سمعنا باللي في اللي يعني في المناقشات كانت يعني خصائص يعني تعالى القلب تهو كانوا فيها يعني بعض اه بعض الامور يتحدوا عليها ولذلك ما تقولوش يعني عقد اه طويل المادة داروا له عقد اللي ينتهي في الفين وستة وعشرين ودالوا تاني كدي كلوز مع شركات يعني تأمين يعني لإيجاد حلود بالنسبة للعقد التاو بشي ديرو حلود يعني تعاقدية مناسبة يعني في كل الحالات احنا اودو انتمنى نبيل بن طالب الشفاء العجل ان شاء الله احنا نعرف جيدا ان نبيل بن طالب انسان يعني ما شاء الله لاعب خلوق ملتاز موطني ايضا نذكروا ان نبيل مطالب لما يتردد يعني يعني يلاحظها بشي التحق بصوفه في المنتخب الوطني الجزائري بالرغم كي كان يعني صغير يعني كانت عنده يعني الفرصة بالاتحق بمنتخب الانجليزي اللي ما هوش يعني حاجة يعني سايبة يعني باش تلعب انت في المنتخب الانجليزي اه فبالتاليك كان ففيك يعني صيفات تعلاعب يعني يعني ممتاز يعني وزيت كانت عنده ايضا يعني الفرصة مش التحق بالمنتخب الفيرنسيليزي سبوار ولكن نحنا سمعنا يعني يعظمت لسانه وقال لك باللي انا مني كنت صغير حلمي الاول هو ارتدي يعني لاتيوني تاليكيب ناشونال دا رجيلي يعني عنده حب كبير يعني للجزائر ويحب يعني المنتخب الوطني الجزائري وقال ما مني كنت صغير ولا انتبع المباريات وكنت نبكي يعني انها اللي خسرته مع ماصر قلم كنت نبكي فبالتالي اهنا يتحس بان هذا اللاعب عنده انتماع يعني كلي يعني للجزائر وعناه والله غير كيما قلناه يعني خبر يعني مفرح انه يعني تمت العملية بنجاح وسيعود الى بيته يعني بالنسبة للرجل نبيل بن طالب اما بالنسبة للعب نبيل بن طالب خبر يعني محزن بكل صراحة احنا نعرفوا انه نبيل بن طالب خاصة في هذه المرحلة مع الكونش بيت كوفيتش هذا اذي جديد شفنا بلعطاله الثقة كاملة يعني عنده يعني مكانته يعني واضحة في المنتخب الوطني الجزائري فبالتالي يعني والله حب بس في وقت القادم منتخب الوطني الجزائري والله غير سيتأثر نوعاً ما قوسيت سنتأثر انسانياً يعني احنا نحبه نبيل بن طالب ماذا بنا نشوفه يعني في المنتخب الوطني الجزائري من جهة لاعب نحبه لانه نعلم انه يحب الجزائري من جهة ثانياً لاعب ما شاء الله هي لاعب طالب يعني باطن نبيل بن طالب يعني تسح كنته في الكيف مقشوناً ولكن كما يقول لك صحة الانسان اولى يعني يعني صحة اللاعب لازم دائماً هي تكل في المقام الاول وعليه يعني ان يولي اهتماماً يعني كبيراً يعني بنفسه وبصحته مع اهل تعو وان شاء الله يعني نزيدون الصبر وبالك شماً نسمعوا اخبار يعني جديدة يعني ونزيدون طمأنه بكثير آآ الله غير تأثرنا صراحة ان نبيل بن طالب الله غير لا شخصياً يعني نحترموك كثيراً آآ ولكن قدر الله ما شاء فعله بارك الله فيكم على الاستماع اخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته